صباح الخير يسع الصباحك حبيبتي كيفك ميسون؟ الحمد لله أشكر الله الحمد لله حبيبتي رحنا معكم طبعاً لايف عبر صفحاتنا عمان تيفي أوفشل واروتانا راديو جوردن وأكيد بتقدروا تبعتولنا طلباتكم بدأنا بالأسبوع الثاني والثالث من أكتوبر أي شخص حابب يعرف عن برجه بيقدر يتواصل معنا وميسون أكيد رح تلبي كل الأبراج خلال الوقت المحدد لإلنا رح نبدأ مع يوسف بديو يعرف عن الحمل أول مسج وأول برج وأول برج نعم رح نحكي عن الأسبوع الثاني والثالث وصينا برج الحمل أنه يعتمد على أفكاره على تجاربه بالحياة ولو طلبت النصيحة خلي تكون مدروسة قبل ما تمشي فيها خلي تكون قراراتك من راسك بيكون أحسن ابعد عن العصبية واحذر الدخول بمشاكل قانونية هذا كان الأسبوع الثاني إذا عرفت تخرج من هذه المسائل الأسبوع الثالث رح يكون توضح للأمور وأيضا تتوصل طريقة لحل بعض العقبات الانتهاء منها تصحيح وتصويب بعض الأخطاء اللي حصلت من بداية الشهر وأيضا رح تلاقي حلول مالية بهذا الأسبوع مهمة جدا عليك أنه تأجل القرارات المصيرية بهذا الأسبوع للأسبوع الرابع رح تكون الأمور أفضل بإذن الله والعاطفة العلاقات الهشة بخطر وبحاجة لحلول منطقية للطرفين انزلوا على أرض الواقع لحتى تقدروا ما تمرؤوا بهذا الخطر خاصة عم نحكي للعلاقات الهشة اللي بعيدة عن الضوء نعم في عنا كمان باتول ميسون عم تسأل عن القوس شو وضعه القوس بشكل عام كانت أموره ممتازة من بداية السنة الأسبوع الثاني كان عنده متابعة شؤون أحد أفراد الأسرة الأسبوع الثالث فيه تراجع في ضغوطات عفوا فيه تراجع للضغوطات يعني تنتهي الضغوطات ورح تلاقي نجاح ولكن فيه شروط لهذا الأمر لحتى يحصل أنه بدك تعترف بسلبياتك بينك وبين نفسك مش للآخرين بدك تجدول أمورك على أساس أنه هذا الشيء خطأ ما بدي أستمر فيه تعديل وتصويب الأخطاء الشخصية على كل المستويات على المستوى العملي المهني العاطفي الاجتماعي مهم جدا بهذا الأسبوع لحتى تدخل على الأسبوع الرابع إذا عملت هذا الشيء رح يكون الأسبوع الرابع ممتاز جدا وعاطفيا عليك أنه تكسب ود العائلة بتخصيص بعض الأوقات لهم بوقت كافي وعدم فرض الرأي على أفراد العائلة أو أحد أفراد العائلة هذا مهم جدا لحتى تعيش السعادة في عنا كمان زين عم تسأل عن موليد برج العقرب العقرب صحيا وماديا عم تسأل نعم هلأ بالمجمل بالمجمل قلنا إحنا البرج الصائد العقرب هو اللي رح تمشي عليه هاي الأمور بنسبة 60% لذلك اللي ما بتنطبق عليه بده يعرف برج الصائد العقرب هو بعد برج العذراء نمبر تو بالحظوظ بالانفراجات بانتهاء المشاكل بحلول بالعلاقات العاطفية على كل المستويات عنده انفراجات الأسبوع الثاني كانت فترة جيدة لإنجاز المعاملات الأسبوع الثالث شوي التراجع بالمعطيات رح تظهر معطيات جديدة غير متوقعة فكون حذر للطوارئ الأمور اللي بتظهر بشكل طارئ الانتباه للشراكة العملية والشراكة المهنية مهم جدا أيضا يكون بعض الشغلات اللي بدك تبدأ فيها ما تبدأ فيها بالأسبوع الثالث أي جديد أقود عمل سفر قرارات مصيرية بدك تأجلها للأسبوع الرابع يعني هذا الأسبوع أنا ما بعتبره سيئة بالرغم من تراجع بعض المعطيات هو ممكن سلبي لحتى يحولك لإيجابي يعني هاي الأمور بتخدم مصالحك على المستقبل العاطفة تشعر بالأمان والسعادة مع العائلة والعلاقات الهشة فترة مناسبة لا حسمها سلبا أو إيجابا في عنا ميسون كمان هيا عم تسأل عن موليد عشرة عشرة الميزان الميزان لساتنا بالعشرية الثانية من الميزان الميزان نمبر ثري بعد برج العقرب بالانفراجات على كل المستويات حتى على المستوى العاطفي لأنه المعروف عن برج الميزان عنده شروط كثير كثيرة الكمال يبحث عن الكمال وهذه المسألة هلأ بتها تتراجع عند برج الميزان ما رح تكون عنده هذه الشروط لذلك حتى على المستوى العاطفي عنده انفراج الأسبوع الثاني كان بدك تنتبه لا يوساء فهمك فبدك تحكي بشكل واضح وتتصرف بشكل واضح وتعبر عن حالك بشكل واضح لأنه أنت معرض لإساءة الفهم من الآخرين الثالث اللي إحنا فيه ما رح تصير الأمور مثل ما أنت بدك انتبه لعمليات النصب والاحتيال إذا كان في عندك مشاريع أو أمور مالية بدك تنتبه لأقل التفاصيل استشير ذوي الشأن قبل ما تدخل فيها وأيضا بدك تنتبه للميزانية المالية وتبتعد عن الأمور القانونية تبحث البعض من الميزان يبحث عن بداء المادية لمشروع أو لمشروع عملي أو مشروع عاطفي العاطفة انزل على أرض الواقع يكون مستمع أكثر من متكلم وحط النقاط على الحروف افهمها بشكل صح وبعدين اتخذ قرار في عنا ميسون كمان شاكر عم بيسأل عن توافق بين أنثى الحمل وذكر الجدي حمل وجدي بدنا نقول أبراج قوية جدا فيه عناد عند الطرفين الحمل هو ممكن يكون عنيد ولكن تزداد هاي الصفة عنده مع برج الجدي لأنه برج الجدي أيضا عنيد وتزداد عنده هاي المسألة بدنا نتخلص من هاي المسألة أبراج قوية أبراج بتقدس العمل و سنين هم بيحبوا يعيش رفاهية الحياة فعندهم الاتجاه للأمور العملية أكثر مما هي للأمور العائلية فهاي الصفات ممكن تساعدكم ولكن على المدى البعيد بدكم تنتبهوا هذا الروتين بده يكسر وبدكم تدخلوا العاطفة بدكم تعملوا تغيير بحياتكم الشخصية بين فترة وأخرى حتى ما ما يصير تراجع بالحب بالود الموجود نعتبرها من العلاقات الناجحة مع شوية انتباه بدي أشكرك ميسون كتير وأتمنى لك بقيت نهار حلو يا رب وكيد بكرة رح تكون معنا بنفس الموعد شكرا لكل الأشخاص اللي تابعوا حلقتنا لليوم من صحصح ننتمنى لكم بقيت نهار حلو يا رب وممتع للجميع ولقاءنا بيتجدد فيكم غدا الساعة 10 الصباح عبرها وراديو روتانا وشاشة عمان تي في إلى اللقاء شكرا للمشاهدة